الشيطان اللعين الرجيم توكلت على الله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم هناك أمور منها أولا لأجل شجف واستنكار ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني من هدم المنازل في رفح وغيرها الصلاة على محمد وآل محمد صلي على محمد وآل محمد وعجل قلوب والعجل حلوب صنصر ولو وقلنا 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 يا الله يا محمد يا عليم يا مدين وصلنا لأجل شجف واستنكار العقوبات ضد الدولة الجارة العزيزة سوريا الصلاة على محمد وآل محمد الله صلي على محمد وآل محمد وعجل قلوب والعجل حلوب وقلوب وقلنا 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 يا الله يا محمد يا عليم وقلنا لأجل شجف واستنكار الاعتداءات الصهيونية ضد المتباهرين والمسالمين الصلاة على محمد وآل محمد الله صلي على محمد وآل محمد وعجل قلوب والعجل حلوب وقلنا وقتلنا 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 يا الله يا محمد يا عليم يا بديم قلصنا رابعا أحبائي وإخوتي من أفراج جيش الإمام المهدي عجل الله ورجاه ومن أنصار الحق وأدفاعه بل كل محب للمقاومة ورافض للاحتلال والظل لا تجعلوا من موتي أو قتلي أو اعتقالي ذريعة لينهاء ما أنتم عليه من نصرة الحق ومعادات أهل الباطل فاستمروا رجاءا فإنه بعين الله والله ناصركم فأنتم بعين الله والله ناصركم والإمام المهدي عجل الله فرجه بينكم ومعكم وأنا إذا ذهب فإني قد ختمت ما يمليه علي ضميري فأسأذهب وأنا مرتاح وكما قال السيد الوالد قدس سره وكما أحيى السيد الوالد قدس سره الجمعات ولم يطيعوه إلا بعد سنوات فكذلك رفض الباطل ومقاومته سيقومون به عاجلا أم آجلا فاصبروا حتى يحكم الله والله خير الحاكمين يا الله محمد وآله محمد وعجل وللوم والعجل حلوه وانصر وللوم مقتدى 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 يا الله يا محمد يا علي يا هدي انصرنا أوجه كلامي إلى حوزة النجف الأشرف حوزة أمير المؤمنين سلام الله عليه ووصي رسول رب العالمين وأقول لهم ألا يمكن صدور موقف موحد منكم مراجع وأفاضل وأساتذة وقلاب علم كما اجتمع إخواننا أهل العلم والتقوى في قم المقدسة تحت لواء قائدهم دام ظله وجزاه الله خير جزاء المحسنين لاستنكار ما تقوم به قوات الاحتلال من انتهاكات في الدمدن المقدسة ومقدساتنا عموما فأهيب منكم يا حوزتي يا حوزة العلم والتقا أن تكوني ناطقة بالحق راضية به رافضة قلبا وقالبا للباطل لا قلبا فقط فنحن نهيب بها أن تكون في أعلى درجات الإيمان لا أقل له إن شاء الله أوجه شكر الجزيل إلى منظم مهرجان التضامن مع الشعب العراقي سماحت السيد حسن نصر الله وخصوصا ما دعا إليه من تظاهر مع نبس الأكفان لبيان الاستعداد للشهادة والذود من أجل المقدسات وأرجو أن يحذو حذوك جميع المسلمين كما فعل إخواننا المسلمون في إيران فجزاهم الله خير جزاء المحسنين فتأييدا لهم الصلاة على محمد وآل محمد الله خلي على محمد وآل محمد وعجب وليه ونعج حدوه ونصر وليه ونصر وليه ونصر ونصر يا الله يا محمد يا علي يا ملي ونصر